طيب احنا في ده هنتكلم عن انا طبعا يعني الاسف ما عرفتش انت خدتوا ايه بالزبط لان ما عملتوش للمحاضرات لسه بس يعني متخيل انتو خدتوا ايه في خلينا نشتغل كده ولو في حاجة مش واضحة او او مرة تشوفوها او حاجات ازاي كده ببعرفوني اوكي طيب اول حاجة في الاوبتيكال فايبر احنا بقى عندنا يعني شكل مختلف عن السلاب العادي السلاب العادي هو كان من شكل ايه ما بيتغيرش يعني بيتغير اكروس الديمينشن ده الاس بس بلس ونا بنسمي ده الزد وده الاس وكننا بنقول ان الشكل ده يعني ما فيش اي ديبندنس ليه في الواي ما بيتغيرش في الواي تمام اه الجديد دلوقتي ان احنا عندنا الفايبر عبارة عن اه كور بنسميه وحواليه اه الكلادنس والشكل ده موجود في الاس و الواي يعني مش مش باوند با اه او مش يعني بتغير في دايمنشن واحد بس لأ بتغير في تو دي فكان اه جوه الكور هو ان وان وفي الكلادنج اللي حواليه ان كور ان اتو فور ده سيكو فاور اناليس يعني الكلادنج ده بيبقى انتد من مينس انفينيتي لانفينيتي اه او سوري يعني من بعد الكور لانفينيتي اه بينما هنا الكلادنج باردو كان بيكستيند الانفينيتي في الديمنشنز بتاعة الاكس اه طيب فاول حاجة احنا بيبقى يعني عايزين بس يبقى عندنا كده اذا تخيل شكل الريز بتمشي في الفايبر ازاي اه اخدنا المريديونال والسكيود ريز ولا لا اه اي حد كما حد يقول لي خدتو المريديونال والسكيود ولا لا بش مهدس اخر محاضرة اغلبنا محاضرهاش عشان كان عندنا اليوم ده مناشط مشروع في نفس الوقت المحاضرة فاغلبنا محاضرش اخر محاضرة وكان عندنا اتشرح في اخر محاضرة ايه طيب اللي كانوا موجودين في اخر محاضرة يعني حد فاكر حاجة زي كده ولا لا غالبا بش مهندس عشان دخلت على اخر كان الدكتور بيجيب سريتهم يعني كان بيتكلم عليهم على اتشرح فغالبا ما اوكف طيب اه مريدي ان الو سكيود ريز دول اه انواع ريز اللي ممكن تمشي فيه اه فايبر بتاعي يعني انا ايه انا الزمان كان عندي الاسلاب دي اه الريل اللي بيمشي فيه عامل كده خلاص او كده ايا كان هو كان حاجة بتمشي يعني باوند ببلاين واحد البلاين اللي هو ده خلاص يعني ما كانش مثلا راي ممكن يدخل inside the plane لا هو bound بالبلاين ده الinside بقى وoutside البلاين والكلام ده الحاجات اللي هي مثلا ال EY الfield ماشي خارج من البلاين ماشي بس كray picture انت الري bound بالبلاين ده خلاص بيتحرك في البلاين ده ده الاساس بتاع ال الاسلاب يعني خلاص او ال one dimensional الحقيقة الفايبر لا الوضع بتاع مختلف شوي انت الري مثلا ممكن يمشي كده ممكن يخبط كده ويمشي يقعد يخبط جوة الاسلاب بالشكل ده ممكن يبقى random خالص بقى لو انا مثلا نازل بزاوية خلال انا نازل بزاوية على الاسلاب فافضل اخبط بقى مرة فوق مرة تحت وانزل تحت وقوم راجع خبط شمال ورجع تاني يمين وهكذا فالنوعين دول يعني نوعية الريز دول ممكن يبقى بنقسمهم المريدنال 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 ماشي المريدنال ماشي 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 زي زي اللي رسمه فوق ده خلاص بيفضل يخبط كده 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 خلاص حد ممكن يقولي لو انا عايز ارسم الكروسسكشن بقى بتاعة الفايبر يعني لو انا ببص على الفايبر من هنا خلاص ياكل ياب ببص على الفايبر من الجن خلاص يعني كنتي ببص من هنا لو انا ببص بقى على الكروسسكشن بتاعة الفايبر هشوف ايه يعني لو ري ماشي زي زي اه هشوف ايه بقى وشانت كشكل يعني اه يعني هشوف الري ده عامل ازاي كشكل لو انا ببص عليه من بره بالزبط كبه خيس او هشوفه خط عامل كده ليه لان الخط ده لما بيمشي كده مسلا فانا لما ببص عليه بلاقيه بيطالع كده طب لما خبط هنا ونزل فانا ببص الاقيه عامل كده طب ولما طلع تاني ببص الاقيه طالع نفس البتاقي فبنلاقي ان هو ماشي في واحد اللي واحد ده يعني اكس تقدر تعتبره عامل كده او كده او عمل كده ايا كان البلاين ده المهم ان هو ماشي في بلاين واحد اقدر عرف ان هو ماشي في بلاين واحد بسميه مريدنا الري ماشي في مريدنا البلاين طب هل ممكن يعني يبقى كده يعني لو هو ماشي في بلاين واحد مثلا والبلاين واحد ده بالشكل ده يعني هو قاعد يخبط في اللاين ده هسميه مريدنا الري مريدنا لان هو برضو يعني ابسط حاجة انت بس اعمل دوران للمحاور هتلاقيه برضو ماشي في بلاين واحد فلوه ماشي في بلاين واحد يبقى يعني مريدنا تماما طيب لو انا جيت بقى جبت الري ده وبدل ما انا مدخله على الاكسيس بتاعه كده مزبوط لا انا مدخله كده او بلاش يعني مدخله انا مدخله كده ماشي بصو تلاقي يعني لما تيجي ترسم بقى البلاين ده لا انت هتلاقيه مثلا بيخبط كده بعدين بيمشي كده بعدين بيمشي كده بعدين بيمشي كده طبعا عشان دي رسمته دي انت مش شايف ان هو قاعد يخبط في ديبس يعني في السرد لكن هو في الحقيقة قاعد يعمل كده يعني هو ماشي وقاعد يخبط كده بعدين رجع تاني فوق وبعدين رجع يخبط تاني تحت وبعدين رجع يعمل معرفش ايه بيبضل بقى ايه يخبط كده ويمشي جوه الفايبر بتاعك انت بتاعه ما بتبقاش ايه يعني عارف ترسم قوي الرسمة دي بتبقاش حاجة يعني ستريت فورورد زي دي بس انت عارف انها يعني تخبيط في كل الاتجاهات هو اه بيوصل في الاخر يعني هو في الاخر بيبروباجيت بيمشي ناحية الفايبر تمام بس هو يعني بيخبط ازاي؟ لا بيخبط في شكل راندوم وهو ماشي يعني مالوش بلين معين تقدر تقول ان هو ماشي فيه هو قاعد يخبط في اكتر من مكان اكتر من بلين ففي وقت ممكن يكون ماشي في بلين في الوقت التاني ماشي في بلين تاني وهكذا ده بنسميه من الاسكيود ريز خلاص لحد هنا في مشكلة طيب فيش مشكلة ان شاء الله لو انا عندي بقى عايز اعرف بقى المودز بتاعتي المودز بتاعتي الفايبر فانا زمان مسلا كان عندي مود اسمو تي اي ومود اسمو تي ام دول ماشيين في الاسلاد فهل التي اي والتي ام دول موجودين برضو عندي فايبر ولا لأ هل هم موجودين في الاسكيود ريز و المردون ريز اه موجودين في الاسكيود ريز يبقى في الاسكيود ريز يبقى في الاسكيود ريز حلو يعني تفكير حلو مبداي اه يعني انت شاكك شاكك في حتة الاسكيود ريز صح؟ اه مظبوط شاكك في محلو اه التي اي والتي ام انت ممكن تعرف يعني مثلا زي زي بالزبط الكيس اللي فوق دي انت كنت بتعرف التي اي اللي هو كان بيبقى الاي بتاعه عنده اي واي وعنده اه 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 اتش زد وعنده اتش اكس ماشي؟ فمسلا ده كان الاي واي بتاعه عامل كده يفضل يخبط وهو طول ما هو ماشي برضو الاي واي بتاعه في نفس الاتجاه عادي جدا فتقدر لو انت مثلا بتتكلم على ده فآه انت عندك لو هو مثلا الاي واي في الاتجاه ده هيفضل يخبط ويمشي زي بالزبط الكيس بتاعت الاسلاب خلاص؟ لان هو البلين اللي هو شايفه البلين اللي هو شايفه اللي هو الخط ده هو ده اصلا يعني الرسمة بتاعت الاسلاب دي خلاص؟ فهتلاقي بيحقق نفس الكونديشن وهتلاقي بيمشي زي ما هو ما فيهوش اي مشكلة خلاص؟ بس لو انت جيب بقى حتى لو انت بادق بتي اي او حاجة يعني بالاتجاه بتاع الاي ده بس انت ماشي وبادق بالمنظر ده نتيجة ان انت مش بتخبط في نفس البلين يعني انت شوية الري ده في البلين معين وشوية بيقوم قالب شكله كده وشوية بيقوم واخد زاوية كده فالاي كومبوننت ده مش دايما هيفضل او كومبوننت اللي هو دلوقتي موجود في الاي ووي مش دايما ان هيفضل في الاي ووي ممكن مع كل خبطة الـ جيب دتاع الفيلد اللي انت بدخله ده قیاد يتغير طيب التالي ما تقدرش تعرف تي و تي ام ريز في السكيود ريز. ما تقدرش تعرف تي و تي ام مود في السكيود ريز. بنسميهم في الحالة دي هايبريد مود. هايبريد مود. والهايبريد مود دول بنسميهم اي اتش و اتش اي مود. سعى. ال... بقى يعني هو بس ده اللي عايزين نقول في الحتة دي ان تي اي و تي ام متعرفين للمريدين الريز. الاسكيود ريز بنعرف لهم بقى ايه? الهايبريد مود عشان يعمل لهم ريبريزنتيشن. والحقيقة في الكيس دي انت عندك كل المود زي ما شير. يعني او كل الديريكشنز ممكن يبقى فيها فيلز. فانت عندك الستة ديريكشنز بتقعك. او الستة فيلز بتوها اكما موجودين. اللي هم ال اي اكس وال اي و ال اي زد اتش اكس اتش اي و اي اتش زد. كلهم موجودين وكلهم شغالين عالي جدا. الاسكيود ريز. اه لحد هنا حد عنده سؤال او مشكلة. حد فاهم حاجة طيب والبقى. او مشكلة عشان كده عشان كده ما بردش. طيب كويس ماشي. بالنسبة لنا بقى بالنسبة لنا احنا مش بنحب في الحاجة اللي ليها سيركيلر سيمتري يعني ما بنحبش نستخدم ال اكس والاي والزد في الحقيقة يعني نحب بنستخدم مين؟ الفاي والرو فانت لو عندك هنا اكس وهنا واي ده التعريف يعني بتاعك في الكروس سكشن بتاعك فانت بالنسبة لك لأ انت مش عايز مش مهتم بالشكل ده انت بقى هيبقى عندك اه الرو خلاص اتجاه الرو واتجاه الفاي. ماشي؟ هم دول اللي انت شغالوا بيه. طيب خلينا نسأل سؤال قبل كده مسلا انت كنت تقولي حاجة اسمها تي اي حاجة اسمها تي ام او خلينا في تي اي دلوقتي. تي اي ده كان فيه اتش زد و اي واي و اتش اكس شغالة او Ch موسيقى انا ناخد بقى اي ا ام التي ام ده كان فيه اا اي 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 اكس هيا ؟ بقري انته كان فيه هيبقى اة اي اي اكس يعني انت عندك كدر يعني تطبقهم ازاي او او تعمل ازاي? بدا يعني زد هيفضل زي ما هو. يعني زد ده مش هحصل في حاجة. فهو هيفضل زد زي ما هو. هيفضل زد. لان انت ما غيرتش في الزد يعني زد دايركشن بتاعك. انت بس عايز تعمل لالترانسفيرس بلين اللي هو ال اكس والواي في الرو والفوي. ال اي واي بالنسبة لك تقدر تعبر عنه ان هو اي? اي اي يعني اي رو ولا اي فوي? الهنت اللي هقولك عليها ان انت يعني فكر في الرسمة دي. الرسمة اللي هي دي بتاعت المريدين البلين. يعني ال اي واي دا بالنسبة لك هو حاجة في اتجاه الرو ولا حاجة في اتجاه الفوي? بالزبط. ال اي واي هو اتجاه الفوي. لان انت لو 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 بصيت على الرسمة دي. ال اي دا حاجة خارجة من الصبورة من يعني السلايد. خلال? طيب خارجة من السلايد لو عايز ترسمها على الكروس سيكشن بقى. لو عايز ترسمها على الكروس سيكشن. هتلاقيها في الحقيقة عاملة كده. اه. هتلاقيها في الحقيقة عاملة كده. صح? مم. فبالتالي دي حاجة في الديريكشن بتاع الفوي مش في الديريكشن بتاع الرو. فبالتالي ال 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 هل متفقين ولا حد عنده اعتراض؟ ده الـ X هو هو الـ Rho. ماشي؟ فبالنسبة لك الـ H X هيبقى equivalent للـ H Rho. ماشي؟ طبعا أنا كاتب الحاجات بي ايه؟ بشكل فاي ورو بس انتو عارفين يعني ان ده السيمبل بتاع الرو ده السيمبل بتاع الفاي. ايه اللي انا كاتبه ده بقى؟ ده H Y يعني H Fai. وده X يعني إيه. تمام؟ بس ده ده كده الكلام اللي عايزين نقوله. انت كده يعني بالدخلة دي انت كده عارف الـ TE و TM Modes الـ Components اللي فيهم هم ايه؟ وفضل بقى نحل الـ Dispersion Relation بتاع الفايبر ونشوف ونشوف اصلا شكل فيلد بيبقى عامل ازاي يعني؟ تمام؟ يعني مثلا قبل كده احنا كنا بنقول فيلد هو ااخد شكل كوزاين مثلا لو هو Even أو Sine. هل الوضع ده مزال موجود؟ ولو المزال موجود يعني فيه برامتر تتغير ولا لا؟ خلينا نشوف. اللي بيحصل عندنا ان احنا وانا طبعا انا ممكن اوريكو سريعا من محاضرات قديمة. كنت افضل يعني ان انا بص على المحاضرات الجديدة بتاعيكو بس يعني ما ترفعتش فانتو شوفوا بقى خدتوا ايه بالزرط في المحاضرات الجديدة. بس يعني باختصار انت بتحل معادلة الـ Helmholtz زي ما انت بتحلها من من اول المنهج بتاعك. هي دي المعادلة الوحيدة اللي انت بتحلها. اه المختلف دلوقتي بس ان tampela squared دي ما بقيتش يعني given as a function of x lighting sun providing a function of the row when speech. فالNavla squared بقيت given بالشيء المعقد ده. خلاص. فانت يعني بيبقى عندك المفروض ال E Z بتاعك بيبقى function في الرو والفاي والZ. انت اول حاجة بتنسبلك بتعملها ان انت بتأسيوم ان فيه انت عارف الديبندنس على الزد عامل ازاي? لو اي باور ماينس جي بيتزد. وبيتبقى لك ان انت عندك function في الرو والفاي مضروبة في الفانكشن دي. الفانكشن في الرو والفاي دي بنعمل يعني الحل اللي انا اقدر استخدمه ان انا اعمل لها ايه? انها function في رو مضروبة في فانكشن في فاي. فهي مضروبة في فاي خلاص? يبقى احنا وصلنا لان المعادلة دي هي عبارة عن فانكشن في رو مضروبة في فاي مضروبة في اي باور ماينس جي بيتزد. انا كل ده ده لسنا بحلتش انه كل ده بقى سيوم بقى سيوم الحل بتاعي بس الشكله عامل ازاي? اراد? طيب. فهل احنا عارفين مسبقا الزي فاي دي شكلها عامل ازاي? خلينا نشوف. ممكن ناخد ده كده معانا مسلا منك. نشتغل عليه. فانت عندك اه مضروبة في فاي. اوكي? اه هل انت عارف الفاي دي تقدر تطلعها? يعني تقدر تطلع هي شكلها عامل ازاي? الحقيقة اه. ليه? لان انت عندك فايبر ماشي? يعني حاجة دائرية كده. اه لو انا مثبت الزي دي. يعني لو انا شغال عند نقطة معينة وليكن النقطة دي. خلال? يعني عندي اي اه معين في النقطة دي. اي اوف اه مثلا فاي. يعني اسمي ان ده الكتريك فيلد عند النقطة فاي. ورو برضو. يعني ايه فرو وفاي. اهي ان كان بقى الرو بتاعك بكام? بس المهم ان اه فرو وفاي. بس المهم دي يعني فاي وان دي فاي معينة. وطبعا دي رو رو معينة. يعني دي اي فرو وان وفاي وان. مسلا. خلاص? اه. دلوقتي المفروض لو الفاي بتاعتك انت عدت تزودها 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 لحد ما زودتها لحد ما رجعت تاني لنفسها. يعني فضلت تزود فيها لحد ما رجعت لنفسها. يبقى انك رجعت. رحت المين. لقيه. او رو وان برضو. بس المرة دي مع فاي وان زائد اتنين باول. اه متوقع ان دول مفروض ايه العلاقه ما بينهم? اللي هو الاي ده والاي ده. نفس النقطة. يلازم ان يكون متسويين? بالزبط كده. هما نفس النقطة. انا رجعت لنفس النقطة تاني. وبحسب قيمة الفيلد عند نفس النقطة تاني. يبقى اكيد هما متسويين. فطالما فاي وان زائد اتنين فاي. او يعني حاليا بقى الفونكشن اللي سميناها في. هي اللي بتعبر عن الالكترικ فيلد يعني. الكمبوننت او الجزء اللي فونكشن وفاية. فلازم V وفاية 1 زايد 2 باي تساوي V وفاية 1. والحقيقة مش 2 باي بس. و 2N باي. وبوزتيف او نيجاتيف كمان 2N باي. يعني المهم ان انت كل ما ترجع لنفس النقطة تاني لازم V تساوي. وبالتالي ده هي 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 وصلك لنتيجة ان الفونكشن دي لازم تكون بريوديك. مع الاثنين باي دي. كل الاثنين باي لازم تبقى بريوديك. احنا عارفين ان الفونكشنز البيوديك نقدر نعبر عنها مسلا بالهارمونيكس اللي فيها يعني. يعني لو عندي مسلا سكوير فانكشن ن зав bás. وده معنا ان انا ممكن نعبر عنها بالساينوسويدا الفونكشن اللي هي الصينيوكوزات. او الahlen او اللي هو الكمبليكس اكسبونينشل فانكشن. فبالتالي الكمبليكس اكسبونيانشل فانكشن دي هي الحاجة اللي تقدر تعبر بها عن اي فيلد عندك. او اي كيس عندك الفونكشن دي. وبالتالي هيدي الفونكشن اللي هنستخدمها عشان نعبر عن شكل البي افو. هتبقى فونكشن بيريوديك. وفي نفس الوقت اقدر عبر عنها عن اي فونكشن بيريوديك تانية يعني. فبنختار اي باور جي ام فاي. انت الاي باور جي ام فاي دي بنفس الكونسبت يعني بتاع الفيز اللي احنا عارفينه وهي فونكشن بتتحرك في سالب فاي. يعني او ويف ماشية في سالب فاي. مش فرقة انت ممكن تحل برضو الحل بتاعك بيحتوي برضو على الويف اللي ماشي بالعكس يعني ويف ماشية كده. بموجب فاي. لأي باور ماينوس جي ام فاي. فانت تقدر تاخد دي او دي. او الاتنين يعني بالحسن المبدأ. فاحنا يعني عادة بناخد الاي باور جي ام في اي دي اللي نشتغل عليه. خلاص بس السليوشن بتاعك يحتوي برضو على اي باور ماينوس جي ام. ماشي? حد عنده مشكلة في الحتة دي? هو مش حقة انا كل اللي انا وصلت له ان الفانكشن لازم تبقى بريوديك. ممكن تبقى ممكن تبقى اي ويف بريوديك. صح. انا محتاجة عبر عنها بفوريور مش محتاجة عبر عنها بكمبليكس اكسبونيشل. طب مع الكمبليكس اكسبونيشل انت انت بتقدر تعبر عنها اه يعني في الفوريور سيريز بردو. كوفيشنس الكمبليكس اكسبونيش مش انت. انا خدت كومبوننت واحدة. لا. الكمبليكس اكسبونيشل في الحقيقة هو اه بيعبلك عن الكمبوننت بتاع الساين والكوزين في نفس الوقت. ايوة هي كوزين والصين واحدة بس. ما خدتش واحد واثنين وثلاثة واربعة ولا الام دي كاونتر. الام دي يعني الجنرال اه الجنرال كيس. يعني انت بتقول ان هي اي بار جي ام فاي. ايه بقى اللي موجود عندك? عندك ام بوان مسلا عندك ام بطو عندك ام بسري. كل كيس بقى وليها كل وضعه. وممكن ام دي تبقى اه يعني ممكن الفيلد عموان يبقى من اكتر من ام. كده منطقة. كده بسلنا الفور. بزرط. 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 فالام ده ده انتجر معين. اه الانتجر ده يعني لو عودت فيها هتلاقي ان اي برضو. دايما لما بتقاد اتنين باي بترجع لنفس النقط. ان ممكن ان الاتنين باي دي لو ضربتها في اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة برضو هترجعك لنفس النقط. فبالتالي الحلس الجنرال لازم احط فيه الام ده. تمام? اه. بعدين ايه? ماشي فابي بقى ان انت عندك ال اي زد بتاعتك هي ال يو فرو في الفانكشن اللي هي في وفايل اللي احنا طلعناه اللي هي اي باور جي ام فاي. مضروبه في الاي باور ماينس جي بيتا زد. تعود بقى في المعادلة بتاعت الهيل مولز. بالنبلة بتاعتها بكل الكلامها. بص لايطلع لك شكل معادلة دي اعمش هدخل معاكم فيه. اه المهم ان اشكال معادلة دي بتطلع لك حلول اه البيس الفانكشن. لو انت شغال في الكور بتطلع حلول خلاص? خلاص? خلاص نشوف البيس الفانكشن دي شكلها عامل ازاي. فلو انا شغال ان كور زي زي ما زمان فكوركم اننا بنطلع كوزاين وساين. دلوقتي في الكور هنطلع اه بس الفانكشن. طب ايه هو البيس الفانكشن اللي عندنا بقينا نشوف. نشيل. عندنا البيس الفانكشن فيها نوعين. اه نوع اسمه جي ام. اوف اكس. اللي هو اللي احنا عارفينه. ده بنسميه البيس الفانكشن. اوف خلاص. فانت المفروض الحل بتاعك يحتوي على الاتنين دولت. اه يبقى الحل بتاعي هو ايه? اه اه ايه كان ثاني نحضة. اه ايه جي ام ام. خلي بالكو البس الفانكشن كمان بيعتمد على الام دي. ان انت في النبلة. يعني في النبلة سكويرد هتلاقي ان انت بتشتغل على الفاي برضو. فالام دي بتزهر لك وبالتالي في الاخر بيعتمد على الام. فانت عندك ايه? اه لو انت شغل جوه الكور الازد بتاعك. اه. ايه زبط. ايه جي ام. اه. اوف كيتي رو. معشيي? حيث كيتي اه هو شبه الكي اكس يعني بتاعنا. بس هو دلوقتي بتتعرف في الترانسفيرس بلين ان جينرال نسميها كيتي امه. امه يكيتي Bomb Now نفس الكلام يعني نفس الديفينيشن اللي هي one squared kt squared كت رو مضروبة في ايه في البي فاي بتاعتك اللي هي مفاي في باور ماينس ج بيتا زاد خلاص مفروض ده كده حل زائد الحل التاني اللي هو بتاع اللي هو فنسميه مثلا a dash y m of a t رو برضو معه اي باور ج مفاي و اي باور ماينس ج بيتا زاد بتاخد الحاجات دي وتحطها هناك خلاص بس لو جيبها يعني بسيت على شكل الفانشنز دي مبدأين حد عنده مشكلة في الستر ده انا كل اللي عملته ان انا كتابت йогоبس الفيلد عامل ازاي جوه اھو اللي انا توقع ان هو يطلعG زي بالضبط ما كنت بكتب ان هو a cosine kxx ee power minus جيبتازر فانا كتبت الحل لقيت ان المعادلة بتاعة اه هلم هولز بتطلع لي الحالين دول بتاع البسكي هو جي ام وهو اي ام. فكتبتهم. بعدين بقى اخدت بالي وانا شغال ان الحقيقة مش منطقة ان الحالين يبقوا فالب. اه حد عنده فكرة ليه? علشان في واحد منهم بيبتدي من مال نهاية. بالزبط كده. حد كان هيقول حاجة ثانية? ثمانية. يعني ان هو الانترافيس. عند عند فان? عند الانترافيس ما هينا ذكره كده. لا لا ما هو كده يعني كده كده هيبقى فيه مشكلة. يعني عند الانترافيس. ما فيه مشكلة. يعني ساعتها بنزبط. لو تفتكر مع انا ممكن برضو اخد الكوزين فونكشن اقول لا كده هيبقى فيه عند الانترافيس. احنا لسه ما طلعناش اصلا الحل اللي براه. كل ده بنتكلم في الحل اللي براه. فالانترافيس خليه في الخطوة الجاي. لك انا باتكلم ان الحل اللي براه نفسه فيه مشكلة. ان انت ما يفعش تبتدي من ماينس انفينيتي. يعني يعني ايه الفيلد في الكور? القيمة بتاعته بماينس انفينيتي عند النقطة زيرو. اهو ده الفونكشن ده بتقوله. بتقول لك وي ام في اكس. لما الروح عندك بقى يبقى زيرو. هتلاقي الفيلد بتاعك بماينس انفيني. هل ده منطقي? اكيد مش منطقي. فبالتالي انت بتتجاهل السلوشن بتاع الواي ام ده. وبيتبقى معك السلوشن بتاع البيسل بس. بس. بقى الواي ام ده. نساك. طيب بالنسبة 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 بتلاقي العبارة عن ام اخليها نقول ايه? ام بي مسلا. ام 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 اف جاما رو. جاما برضو بنفس التعريف القديم اللي هو كيتو. يعني انتم عارفين بقى اللي هو كيتو سكويرد بتساوي بيتا سكويرد نايز جاما سكويرد. تمام? كي ام في جاما رو. برضو يعني محطوط جنبها الاي باور جي ام فاي واي باور ماينس جي بيتا زد. زاد بي داش. ام اف جاما رو. ايه الكي ام والا اي ام? قال لك والله احنا لقيتنا ان الحل يعني بتاع الكيس بتاعت الجاما دي بيبقى اه بيزهر فيه يعني الحاجة اسمها موديفايد بيز الفونكشن مش البيز الفونكشن الطبيعي. ودول يعني الحلول دي الحقيقة هتلاقوا شبه البيز الفونكشن شبه الكوزين والسين حاجة استيلاتري كده. بينما الموديفايد بيز الفونكشن شبه الكمبليكس اكسبونيشن. فدول اللي بيبقوا بره. دول اللي بيبقوا في الكلادينج. بينما اللي جوه هو الاستيلاتري اللي هو بيبقى البيز الفونكشن العادية. فالموديفايد بيز الفونكشن كي ام و اي ام هو ده الحلول بتاعك. فنيجي نسأل السؤال المشهور بتاعني. في واحدة منهم برضو مش منطقية بالنسبة لي. انا مoperة بقى. اللي بتبتدي من الصفر مش معنى ما بتبتيش من صفر انا ما بتبتيش من نقطة غير معظم. ما او خلي بالك انت مش بتعيز فيه عند الصفر. يعني مش معنى ان انت. ما بتبتيش من الصفر ان الفونكشن دي غلط عند الصفر. انا اصلا مش بيعوض فيه عند الصفر. يعني نرجع تاني مثلا ل.给 dageبق و ميند زمان. انت لما كان عندك زمان... لما كان عندك برة E power minus gamma X خلاص والسلاب بتاعتك عاملة كده هل انت بتعوض برة بالX بزيرو لا بالزبط انت ما بتعوضش اصلا في الفونكشن دي بX بزيرو فانت مش ده الحاجة اللي تقليقك خلاص طب ايه اللي تقليقك ايه اللي مش ممتقي في الحلين دول في الكيس بتاعث الكلادنج ان في الكلادنج الفيلد ريال بالزبط الكلادنج انت ما ينفعش يبقى عندك فيلد بيزيد لمالة نهية يعني انت كده انت كلما تزود الX كلما تبعد عن الكور الفيلد بيزيد لحد ما يوصل لمالة نهية ده مش منطقي انت لازم الفيلد بتاعك يكون ايه اه فانت الفونكشن دي منطقية بالنسبة لكلادنج بس دي مش منطقية بالنسبة لكلادنج في حد ممكن يجي يقولي طب يا بشواندس ما هي بتبتقي من انفينيتي ماشي الرد في الحالة دي هي النقطة اللي كنت لسه بقولها لازميلكو ان انا اصلا ما بعوضش بالريجون ده في الكلادنج يعني انا شغال من بعد اكس معينة اللي هو الريديس بتاعي فانا ما عنديش المشكلة دي في الكلادنج يعني ما بعوضش اصلا بالزير فما فيش مشكلة الفيلد هيبقى معين بس فبتلاقي ان الحل بتاعك بيتجاهل برضو مين بيتجاهل مع الـ تمام؟ شايفين الجدول الجدول ايه؟ احنا اخدنا دي ودي يبقى عندي جدول مع موضيفايد بس الفونكشن او ساكند كار. لحد هنا هد عنده مشكلة او او مش فين. جميل. موضيفايد بسيطان. موضيفايد بسهدار. في قلبي 1 بيقول لي بيقول لي for each of the following optical fiber rays write the type of the fiber step index ولا graded index and the type of ray meridional or skew and the type of the mode T E or T M ولا hybrid خلص احنا اصلا مخدناش اخدتوش graded index معارفش اخر محاضر اخدتيوه ولا لأ سيلي انا فهم ان انت اخدته اخد دكتور شرحوا ماشي. ماشي يعني من الاخر هتلاقي. يعني هنقول بي و دي بي و دي هو آآ بالزبط بالزبط. يعني كده يعني هو حاجة بتتغير فبتلاقي نتيجة التغير ده. الكسارات عندك يعني. خلال? مش مش يعني مش كده. خلاص لأ. ده هو بياخد فانكشن. على الجوه الكور. فالفانكشن دي يعني الان بيقل تدريجين قصلا جوه الكور. وبالتالي الكسارات دي كلها بتبقى ايه? سموذ. فبتلاقي شكل بقية عامل كده يعني. خلاص. آآ ده بالنسبة لجريب الانديكس سريعا. بينما الستيب انديكس بيبقى ده. آآ فخلينا نحل بقى. بالنسبة لنا الشكل ايه ده? ها هو ايه? مريدنل? آآ ستيب ولا جريدت? طبعا ستيب. تي اي و تي ام ولا هايبريد? تي اي و تي ام. عشان مريدنل. بالزبط كده عشان مريدنل. خلاص. آآ آآ ستيب النسبة لأول واحد. طب تاني واحد. اللي اول. لا هيبقى مريدنل. مريدنل. سي مريدنل? لا مش مريدنل. بالزبط ستيب. آآ الانديكس ستيب لان هو يعني يعني فيه كسرات معينة بس هو اللي بيرفلكت فيها مش مش قاعد يكيرف طول ما هو ماشي. فيه تخالف في الاسم ده? في الريز. مش موجودين على نفس المستوى. بالزبط. بالزبط. هو مش بلاين واحد ماشي فيه. لا ده قاعد ايه? يتكسر ويمشي في كزا بلاين. تمام? آآ فده الوضع كده. مريدنل. ستيب تي اي تي ام. وده ستيب هايبر. البي والدي نفس الكلام بس بدا ستيب بيبقوا ايه? جريدد. يعني انت البي او مريدنل جريدد تي اي تي ام. الدي هو ستيب جريدد هايبر. تمام? فده بالنسبة لبروبليم واند. حتى عانو سؤال فيها? بالفعل ايه. دعو ايه فكون ربيتن. دعو ايه. دعو ايه. دعو ايه فيها؟ طفال ايه فكون ربيتن. دعو ايه. صنع ربيتن. the component of the TE-guided mode of the step index optical fiber in terms of the Bessel function K0 وModified Bessel function K0. يبقى هو عايز J0 وK0. خلاص? ودي نقطة مهمة نحن نتكلم فيها ان ال... يعني بالنسبة للTE والTM بالنسبة للTE والTM انت متوقع يبقى عندك اتشينج مع الفاي ولا لأ؟ لا بس دبط انت مثلا لو انت ماشي على البتلين ده بس فانت الرو بس هو يعني الفيلد بيتغير مع الرو بس لكن الفاي اصلا هو ما بيتغير يعني مش بيتغير فيه يعني مش function في الفاي فبالتالي ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما ال M بتساوي 0 خلاص? يبقى لما ال M بتساوي 0 ال M دي بتساوي 0 يعني مفيش dependence على الفاي ساعتها قدر اسمي T E U T M خلاص? فلما هو يجي في السؤال هنا يقول لي ان هو عايز J0 و K0 يبقى انا اعرف ان هو T E وهو كده كده اصلا تقول لي T E يعني المعلومتين دول بيأكدوا بعض بالنسبة لي تمام؟ طيب ايش فانت كل اللي هتعمله ان احنا بدل الاناليسس اللي احنا لسه عاملينها دي عاملينها على ال E Z هنعملها على ال H Z فتلاقي ان انت بتوصل لنفس النتيجة ان ال H Z عبارة عن A في G0 وفي KT رو E power طبعا الزيرو ال M بزيرو فانا هكتبها بس عشان ما ننساهاش وبعدين هاشطب عليه خلاص? يعني دي دي بوان كناها بوان E power minus J beta Z الكلام ده جوه الكور وبتساوي ده لما الرو بتبقى ازور منه وتساوي ال A طبعا اخدت الكلام ده في الصفحة العولة ماشي ولو انت عندك في الكلادنج هيبقى B في K zero وفي جوه رو E power minus Gm بس طبعا مش هكتبها بقى برضو نفس الكلام هنا E power minus J beta Z هكتبها ان هي واحدة خلاص? ده لما الروت تبقى ايه؟ اكبر منه او تساوي ايه؟ فبالنسبة الجزء ايه ايه مفهوش مشكلة بص؟ جزء AB use the appropriate boundary condition show that the dispersion relation of the TE modes is given by كذا كذا given by الشكل اللي قدامنا ده ماشي؟ أريد ان نستخدم الباوندري كونديشن فالباوندري كونديشن كنا نستخدمه على مين ومين؟ no يعني من الآخر انا عندي المفروض T E mode عندي H Z وي اه فاي ويتش اكس. مين في دول او 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 رو بقى. مين في دول لاستدم عليهم الباوندري ؟ عشان او او نورمال. طبك كده. انت اصلا بتاعك هاو. والدوارية دي. فمنطقي ان الاي فاي هو اللي يبقى تانجنت. انما الاي رو سواء ده او ده او ده دائما نورمال اصنا عن انترفيس. فالفاي هو اللي تانجنت والزد برضو تانجنت. لكن اه الزد تانجنت. لكن الرو مش تانجنت. الرو نورمال. فبالتالي انت بتحقق على الكونديشن بتاعك هنا وهنا. تقول الباوندري كونديشن. ارز. فبتيجي تقول له والله اه. خلينا نحسب الاول الاي فاي. ارز? الاي فاي. هتلاقي ان هو مديك في الشيط اخر الشيط كده. اه. مديك ان الاي فاي هو. انا لو عودت في ال اي رو والاتش رو اقدر اجيب السيرفز كورانت والسيرفز اه تشارج? اه. يعني خلينا. خلي السؤال ده بعدين ماشي بس اه. اللي بالك هنا انت ما عندكش كوندكتور. يعني ده مش كوندكتور زي السيلندة كالويف جاي. ما فيه ديسكنتينيوتي بمقدار سيرفز كورانت اف سيرفز كورانت اف سيرفز كورانت. اه. زي ما كنا زي الاكزامبل اللي بتاخدوه في في اه. اقدر اسميه ديسكنت كورانت? يعني بص خلينا خلينا نشوف طيب موضوع ده بعدي. يعني نشوفه. خلينا نركز بس على الحاجات اللي احنا اه مهتمين بيها في السكشن وممكن نشوفه الموضوع ده بعدي. اه. شوف. عفوا. اه. فبالنسبال الاي فاي ممكن طلعه من المعدد دي. هو دي المعدد يعني اللي بتريليات الكمبولنس البعض في حالة. فانت عندك اي فاي بيسوي حاجة في اه بيتا في واحدة عا رو اي زد طعا ال اي زد بزيرو. فانت هيتبقى لك بس اه تفاضل اي تش زد باي اه اي تش رو. اه اه هتستخدم المعدد دي عبارة عن خلينا نأخذ المعادلة مش مشكلة المعادلة هي جي اوميجا ميو على اي تي جي نود داش كي تيرو اي بار مينس جي بيتا دب ومينس جي اوميجا بيو على جاما بي وفي جاما رو باور مينس جي بيتا زي اوكي? فبالنسبة لك اا اا يعني تاخد بالك بس ان انت بشغال في المعادلة دي ان انت لما بيتفاضل بالنسبة للرو فانت بيظهر لك ايه التفاضل بتاعي الجي اللي هو جي نود داش وبتضرب كمان في التفاضل بتاع الانجل اللي جوه اللي هي كي تي عشان ده اللي بيخلي كي تي سكوير دي تبقى كي تي انت اصلا ضرب في كي تي ما تيجب ان انت بتفاضل تمام? فناخد بالنا من النقطة دي دي ماشي؟ كده ده بالنسبة للجزء بي اا بالنسبة للجزء اللي بعده جزء سي الت gustant اام طلع اللي قدامنا دي طيب انت الباوندر كمديشن اللي عندك زي ما لسه كنا بنقول ان انت اول حاجة هتساوي هتساوي 安ا ل curb فانت عند الباوندر يبقى تعود بالاي الجيز اللي هو ايه. بص. هتساوي دي بدي. بص بعد تشيل لي باور ماينس جي بي تزاد من هنا وهنا وهيبقى لك ان اي جي زيرو او في كي تي رو او في كي تي اي هتساوي اي اي زيرو او غاما اي. ماشي? دي كده اول المعادلة بالنسبة. بتاعة ال اتش زيرو. المعادلة بتاعة برضو هتساوي نفس الكلام. فهتلاقي الجي والاميجا والميو والجي والاميجا والميو بيطيروا من بعض. واي باور ماينس جي بي تزاد برضو هتطير. فهتلاقي ان انت عندك اي على كي تي. اجه داش جي نوت داش. في كي تي اي. هتساوي. منس بي على جامع. كي داش. ماشي? انت عندك طبعا ايدنتيتي بتقول لك ان جي نوت داش بتساوي مينس جي وان. ان كي نوت داش بتساوي مينس كي وان. تقدر تعوض بقى. يعني هتعوض بالجي نوت داش دي هتشالها بتحط مينس جي وان وكي تي ايه? ودي نفس الكلام. تلاقي عندك معادلة هنا اتنين. هتلاقي يطلع لك المعادلة دي. ماشي? طيب. سؤال دي بقى سؤال مهم دي. اه وخلينا ناخد السؤال. طيب. سؤال دي بيقول لك عايز اكسبريشن لكاتوف كونديشن بتاع الموت دي. يعني انت زمان كنت بتقولي مسلا ان الكاتوف. بيبقى عند اه. اه زيرو اه واي واتنين واي او زيرو واي على اتنين واي. يعني طلعت الكاتوف كونديشن بتاع. طب انا عايز اعرف الكاتوف كونديشن بتاع. بتاعي دلوقتي. عامل ازاي. خلاص. اه. خلينا نشوف. اول حاجة احنا هنعرف برضو لالوضع اللي عندنا دلوقتي. دي ساوي اه جاما اي سكويد زائد اه كيتي اي سكويد حيث الفي هو اتنين باي على ايه. اتنين باي على ايه. في ايه. في روت. ان واحد سكويد. ماينس ان اتنين سكويد. بص. بي نمبر طبيعي جدا بتاعي. ماشي. طيب. عند الكاتوف ايه اللي بيحصل. ات. كاتوف. اه كاتوف. ماشي. اه ايه يعني. المفروض البرامترز المختلفة دي تبقى. يعني جاما تبقى كام مسلا عند الكاتوف. زيرو. بزبط. الجاما هتساوي زيرو عند الكاتوف. اه. لما الجاما بتزاوي بتساوي زيرو يبقى ده معنى ان الكاتوف بتاعتك الكاتوف هي. بتساوي كي تي ايه? عن الكاتوف. ماشي? دي مش حاجة دي ده يعني. طيب. يبقى. المفروض عند الكاتوف الجاما بزيرو. فاول حاجة. انا اه. يعني ده. المفروض هيبقى بزيرو. بزيرو. يعني انا دلوقتي ايه? اشوف كي زيرو. وكي وان ونوف زيرو. خلاص? طيب. ونحن التانية. اه. هيبقى عندي هنا. المفروض عندي كي تي برا. وجي نوت اوف كي تي ايه. وجي وان اوف كي تي ايه. يعني كي تي ايه هو الكاتوف بتاعتي. هو الكاتوف بتاعتي. خلاص? بس انا عايز كمان اخلي في ايه برا تساعدني في المعادلة شوية انها يعني تخلي ايه الدنيا كونسيستنت شوية. فانا هزود ايه يعني هضرب المعادلة كلها في ايه. خلاص? ساعتها? ده اقدر اسميه في كاتوف. وده بردو في كاتوف. وده بردو مين? في كاتوف. خلاص? طيب. هو لما الكي زيرو يبقى بزيرو ايه? ولكي وان يبقى بزيرو بردو يعني. يعني الاتنين بزيرو. كي زيرو وزيرو. طيب. كي زيرو وزيرو. لما الاتنين يروحوا لزيرو. ايه اللي بيحصل بقى؟. خلينا نفتح. لما بيروح لزيرو. لما بيروح لزيرو برضو. الاتنين بيطلعوا كبيرة يعني. بس مين بيروح اعلى من التاني. بالزبط. هنلاقي انها بتروح اعلى من كي زيرو. فبالتالي كي وان دي. هتلاقيها قيمة كبيرة اوي اوي اوي. كي زيرو دي برضو قيمة كبيرة. بس كي وان اكبر. خلاص? فبالتالي ده كله على بعضه كده. ماشي? بيروح لزيرو. خصوصا يعني. ده هنا زيرو وهي زيرو. وهنا كمان في زيرو. خلا بالكم من الجانب. ان هنا كمان في زيرو. ماشي? فانت عندك زيرو. وزيرو. وكمان بتقسمه على رقم كبير اوي. يبقى الاكسبريشن ده ديفينتلي هيروح لزيرو. الفراكشن ده كده ديفينتلي هيروح لزيرو. خلاص? طيب. اه بينما يبقى انت كده النتيجة عندك ايه? ان 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 الفي كطف. وفي جي زيرو. وفي كطف على جي وان. وفي كطف. كل الكلام ده هيساوي زيرو. ماشي? طيب. اه. اه. انا كده عندي يعني كذا كيس يعني عندي. كذا حل. اول حل. اه. اه. ان ممكن. ممكن الفي كطف هو اللي بزيرو. صح? لو الفي كطف بزيرو. اه اضربها في جي زيرو وزيرو وجي وانه في زيرو. اه. ده المفروض يديني سوليوشن. بس هتلاقي السوليوشن ده. اه. اه. يعني او 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 النقطة السوليوشن اصلا. لان انت. ليه? لان لما الفي كطف تبقى بزيرو. يبقى ات. في سي سوي زيرو. انت هيبقى عندك زيرو فوق. وعندك زيرو تحت. مضروف في جي زيرو اللي هي مش بزيرو. اللي بالكم. الجي زيرو. الجي زيرو بوان. الجي زيرو بوان. ماشي? فانت هيبقى عندك زيرو على زيرو في وان. يبقى ده مش حل. يعني ده ده يعني مش حل المعادلة. وبالتالي ده نوتة سوليوشن. ان انت تقول ان حل المعادلة دي ان انت تحط الفي كطف بزيرو ده مش سوليوشن. انت بتدور بقى على السوليوشن المنطقي. السوليوشن المنطقي بالنسبة لك ان الجي زيرو هي اللي تبقى بزيرو. يعني جي زيرو وفي كطف. هي اللي تساوي زيرو. ساعتها. آآ هيبتدي. يبقى المعادلة دي لها آآ حل لي. خلاص? طيب. فده بيحصل امتى? والله خليها نشوف. احنا عارفين. ان الجي زيرو عامل ككده. خلاص? فكل مرة البست الفونكشن. بتقطع. آآ زيرو. خلاص? آآ آآ يعني هنا هنا هنا. ده كده كطف في مود معين. يعني ده كده 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 ده نمبر بتاعي. خلاص? وده الكطف بتاعي المود المعين بيبدأ انت. فاول مرة لما الجي بتقطع الزيرو هنا. طبعا انت هتعرف الزيرو زمنين? من الجداول. في انتوا فاميليار مع الموضوع ده من التجربة بتاعة آآ آآ خمسة. آآ آآ من الجداول انت عارف ان اول زيرو للبس الفونكشن عند اتنين بوينت اربعة. يعني الزيرو ده عند اتنين بوينت اربعة. اللي هو زيرو ده. خلاص? اللي بعده عند خمسة بوينت خمسة. اللي بعده عند تمانية بوينت ستة. خلاص? آآ فانت كل ما الفي بتاعتك تعدي القيم دي. يبقى انت بتعدي على الكاتف المختلفة بتاعة الموضز دي. بالتالي بنسمي ده بقى. بنسمي الموضز دي ايه? بنسمي ده ده مثلا بنسميه تي اي زيرو وان. تي اي زيرو تو. تي اي زيرو سري وهكزا. خلاص? آآ يعني ليس زيرو اللي في الاول? لان الام بزيرو. يعني انت الموضز بتاعك ده الام بتاعته بزيرو فسعب بنقولها زيرو. سعب بنسميها تي اي وان وتي اي 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 او خلاص? بس يعني دي دي التسمية الاوضح يعني. تي زيرو وان تي زيرو تو تي زيرو سري. فبيقول لك بقى لو انت عندك آآ بي نومبر بيسوي ستة. بقى انت عندك كم موضز? او البي نومبر بتاعك بيسوي ستة. يعني البي نومبر آآ اه هناك. بي او يعني خلان قلق اي ايه هنا. بي. ساوي ساوي. فانت عندك كم مود? اربعة. اربعة عشان انت بتحساب التيم معاكي صح? اه. اه. اه لا احنا عندنا تنين بس. لو هم تيزير وان وتيزير فهما دول معاك. لان هو بيقول لك. فبالنسبة لي هما تنين بس. اه تمام. تمام? يبقى اجابة اي هي اتنين مودز. اكي? بالنسبة ليه السؤال بتاعنا? حد عنده مشكلة في السؤال ده او حد عنده سؤال? كده الاكسبريشن بتاع الكاتف هو بي كاتف جي زير على جي وان? ده الاكسبريشن اللي انت بتطلعي منه قيمة الكاتف. او. بس في النهاية الاكسبريشن ده احنا استفادنا منه باي? ان انت في النهاية لازم داي يساوي فانا بدور على الفي كاتف اللي تخلي جي زيرو بزير. يعني بدور على الزيروز بتاعت البس الفانكشن. تمام. تمام? اوكي. موسيقى انا مش هخش في حلها خلاص بس عايز بس ان احنا نفكر فيها مع بعض ممكن هلا يبقى عامل ازاي ايه اه هو السؤال ايه هو ما اديك اه يعني هولو كور اه صايدة هولو اطيك الفاجر يعني الرفاكتب اندكس جوه كور خلص اه بان اثنين والجايدنج بيحصل في ان واحد اه في اللي هو الحتة المفرغة دي اه خلينا اخد الرسمة دي كده خلاص فالجايدنج بيحصل لجوه في الحتة دي بينما الحتة دي بتبقى مفهش جايدنج خلاص طيب فهو بيقولك في السؤال ده احنا محتاجين محتاجين نجيب اولا شكل الفيلز هيبقى عاملة ازاي وبعدين نحل طيب فشكل الفيلز بالنسبة لي هتبقى عاملة ازاي اه عشان عشان اعرف حاجة زي كده محتاجة بص على دي اخبارها ايه باخد برضو الصورة دي معي عشان ايه نسهل على نفسنا ريجون ايه بما انها هيبقى فيها اه فرست كايند وسكن كايند حلوة من من انهي فانكشن بيسل ولا مولي فاي بيسل لا بيسل عشان جايدنج بالزبط يبقى ريجين ايه ريجين لجوه ده ده هيبقى جي ام اف كي تيرو ايتا ريجين اي جي ام اف كي تيرو زائد بي كي ام اف كي تيرو فالصفر بالنسبة لنا بالزبط المرة دي بقى مش هكانسل ده لان انا انا اصلا البتاع دي مش بالد في الزيرو فبالتالي انا مش قلقا من النقطة دي فهي هي حل ال مع بعض ريجين بي ريجين بي بالنسبة لنا هيبقى ايه اللي هو ريجين يعني ده كده ريجين ضبل اي وريجين بي اقصد بي اللي هو اي خلاص ريجين بي هتلاقيه هو المفروض اه موديفايد بس الفانكشن اي ام بس اي ام بالزبط لان انت عندك اااا يعني الكي ام مش هتمفع لان الكي ام بتروح الانفينيتي عنده زيرو فانت ما يفعش تقول انه هو الفيلد بانفينيتي عنده زيرو ريجون بي اي استعل ذي كينج لغاية لما بوصل الجهادية الموت اللي هو ما عنديش مود ش في الجهاد موت بالزبط بالزبط ك DES ااااااا وانت مبتروح وانت اخرك مثلاا لحد ال ريادي اس بتاعك فبالتالي برضو القيمة بتاعتي هتبقى طيب بالنسبة الريجين هاي بقى مين هيبقى بالضبط. زي القديم يعني. طبعا دي مش اكس دي كتير وقف. دي برضو كتير. لحزة او مش في هتبقى قاما مين? قاما. بدل كتير. دي قاما ودي قاما. هي القاما هي جي كتير صح? لا ما بنقولش كده يعني. يعني هي اه عشان في فرق ما بين. في الاندكس التانية. اه في ان وان و ان تو. اه فعمل مش نفس البالجة. تمام? اه حد عندنا صرف الحالة دي? طيب. طيب بعد كده ببص تلاقي ان اه هو بعد كده بقول لك زي مود يعني هتعاود من الاخر بالا. بالم بزيرو. انت طبعا هتحط الام ا مش هتبقى بزيرو. يعني انت في المع moving d او لا هو هنا. يعني بصوا الradial function jm وkm وim وkm المفروض ولكن دي مش km, dym dym y لا يدي فلما يطلب منك الزيرو موز انت هتصفر الامات خليب زي ديشن الاتطار تعوض بالباوندري كوندشن والمراضي انت عندك اتنين باوندري كوندشن عندك باوندري كوندشن هنا وعندك باوندري كوندشن هنا تعوض في المعادلتين بتوع ال H ول E يعني وال E fi سواء هنا او هنا اه ومفروب بقى ان انت تطلع اه بس طبعا حل المعادلة دي بيبقى صعب شوية. فممكن تعمله زي ما الدكتور كان نقل لكم اللي هو ايه يبقى عندك معين كده وعندك هنا كوفيشنس بتوعك. وهنا كل ده يساوي صفر وتقول له والله حل المعادلة دي هيحصل لما بتاع ايه يساوي زير. يعني هو الدكتور هو اللي كان ايه اه كان شرح الحتة دي. اه ده كان بيطلع الحل بتاع حتى هو كذلك بيقول لك ايه ممكن لو ما عرفتش في الانتحان تحل المعادلات مع بعض بتكتب كده. بتعمل الطريقة دي يعني. ماشي? والاتنين على نفس الدرجة? لا حل المعادلة دي يعني هيخد وقت. مش 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 حاجة مش حاجة دايركت يعني. فانا وانا هكتب بيساوي زيرو. والدكتور هيقبله كحال زي زي لايحل المعادلة كلها. هيبقى اكتب له بيساوي زيرو وخلاص. انا بسأل. لا انا مع يعني هو لا يعني الافضل ان انتو تتسألوا بقى الدكتور في حالة ذاكرة. بس انا يعني انا لو جلي السؤال دا. في الغلب هيكتب ان انت بتسأوي اي ما بتسأوي زيرو وخلاص. لان انت هيبقى بارك اسئلة تانية في الامتحان. اااااا. يعني مش مش طبيعي ان انت تقعد اتحل السؤال دا. يعني الدكتور هتطلع همش ان انا وصل للنقطة دي وقف. يعني انا مقتنع بكده يعني. اااا طبعا اكده مع الدكتور يعني ممكن تسأله بقى لو في حالة سؤال شابه دا. بس اااا يعني انا مقتنع بكده. لان انت الامتحان يعني مش هينفع ان انت تفضل مزنوق في حتة واحدة كده بتحاول تحلها وهي يعني وعليك درجات تانية درجات تانية. ممكن الدكتور مفكر انه داخل عارف الحل بقى فان درب نفسك تعمل لازم. لا مش شرط مش شرط لأ. المهم ان احنا بس فاهمين يعني بتاع السؤال ده ده بالنسبة لي اهم من لانه اصلا في اسئلة في الامتحان ساعات بيقول لك اصلا طلع بس وقول لي كل حاجة عبارة عن ايه? ايه؟ ايه? قل لي ايه 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 كي تي دي وايه رو وايه الكلام ده. وما بيكملش يعني اعتقد في بتاع السنة اللي فاتت او اللي قبلها. ايه جي فعلا من السؤال ده بس ما سألوش على يعني قاله بس ايه قولي الفيلز عامل ازاي? طيب. اه نرجع على الاوبتيكال فايبر والاستيب انديكس اوبتيكال فايبر هايز اكور راديوس تمانية بكزا وكزا كالكريت ده من امو طيب. اول حاجة عشان تبقى شغال اه ودي يعني يعني ممكن نفهمها واحنا ماشيين بس يعني يخدوها مني انت لازم تبقى اقل من الزيرو ده اقل من الزيرو مكتوب في الجدول ده خلاص? اه اللي هو هتقول له عشان تبقى سينجر مود فور سينجر مود آآ الفي ازغر من 2.4 فور كامل زيرو فوري خلاص? هتحسب بقى الفي المخابلة للقيمة دي ومنه الويفلينس وتطلع الويفلينس. الموضوع بسيط. تمام? بتطلع الويفلينس بون. لامضة بي. وان بوينت ناين فور ايت. مايكرو. وطبعا بما ان دي اعلى آآ في نامبر يعني ده في ماكس. تو بوينت فور زيرو فور ايت. يبقى ده اللامضة مينيمم. وان بوينت ناين فور ايت. خلاص? فده المينيمم مويفلينس. اتويتش ده فايبر اوبريتز ازا سينجل مود فايد. تمام? طيب. آآ حد ممكن يقولي طب يا بشواندس احنا لسه حلين اهو وده كان اول المود بيطلع معي. صح? ده كان اول مود بيطلع. كان بيطلع عند تو بوينت فور. انت ازاي بتقولي اشتغل قبل المود ده. اشتغل في الحتة دي. طب ما كده مش هيطلع معي مود. لأ اول حقيقة هيطلع معك مود. بس مود تاني. مش اه مش مش تي اي ولا تي ام. يبقى مود هايبرد. خلاني نشوف ايه المود ده. آآ يعني هنشوفه احنا شغالين. بيقول السؤال اللي فات هو كان عايز نطلع الكاتوف بتاع تي اي و تي ام بس. خلاص? فعشان كده احنا عملنا ده. خلاص? ده كان فالد فقط في تي اي و تي ام. لان انا ماعتبر ان الام بزيره اصلي. وبحل بيزد على كده. لو الام ما كانتش بزيره هتلاقوا الموضوع كان معقد. مش مش موضوع آآ مش موضوع استريت فورو اتخلص. آآ يعني مش طعب برضو بس يعني ايه بناخد كذا كيس. خلاص? آآ معرفش برضو ايه اللي تشرح منه و ايه اللي عليكم آآ فيه. بس آآ اتوقع يكونوا تشرحي. المهم احنا بنطلع بالجدول ده من آآ بتاعت المودز التاني. اله اي 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 اي. خلاص؟ الجدول ده بيقولك ايه؟ بيقولك والله انت لو عندك زي ما احنا طلعنا مثلا تي ايي زيرو وان مثلا يعني فانت الوردر بتاعك الام بزيرو فانت شغال تي اي او تي ام ساعتها بتدور لما تكون بتدور في الكاتوف بتدور على جي زيرو اوف لي كاتوف بتسوي زيرو خلاص؟ بينما لو الام بتاعك مش بزيرو يعني انت بتدور بقى ما قدرش اكتب في الحالة دي تي ايه بقدر اكتب اي اتش او اتش اي خلاص. فلو الام اكبر من واحد بتساوي او اكبر من واحد وانت بتدور على ال اي اتش موت. يبقى بتستخدم المعادلة دي ان جي ام وفي كاتوف بتساوي زير. يعني جي برضو بتدور على بس الفونكشن بتدور على الزيروس بتاعتها بس اكسكلودينج ان الفي تكون بزير. يعني ايه? يعني خلينا نرجع للبس الفونكشن بتاعتها. البس الفونكشن عندها ادي جي زيرو ادي جي وان ادي جي تو. هتلاقوا من بعد زيرو ايه جي وان جي تو جي سري كله بيبدأ من الزيرو اصلا. فهو بيقول لك كده انت ما يفعش تاخد الفي كاتوف انها بتبتدي من الزير. في المعادلة دي. خلاص? خلي بالكو الزيرو هات بتاعة جي وان و جي تو و جي تري مش موجودة في الجدول ده. عشان تبقوا عارفين برضو. تاخدوا بالكو من النقطة دي. الزيرو هات دي مش موجودة هنا في الجدول ده. بس انت لازم تبقى عارف انها موجودة في دماغك. خلاص? طيب نرجع. فهو بيقول لك الام اكبر من او تساوي واحد. ايه اتش ام كي. بتدور على جي ام او في كاتوف بتساوي زير. اتس كلودنج في كاتوف بتساوي زير. التطبيق بتاع ده هنعمله ازاي هنعمله مع بعض في السبايل. بس قصدي بس ايه يعني فكر معايا كده. اتش اي وان كي. يعني انت دلوقتي خلاص بالنسبة للي اتش انت عرفت هتجيب الكاتوف بتاعه من ايه. اتش اي بقى. لو والله لو انت الام بتاعتك بواحد يبقى انت هتستخدم يعني عايز تطلع اتش ايه وان كي. يبقى هتشوف جي وان وفي كاتوف بتساوي زير. بس ساعتها هتانكلود في كاتوف بتساوي زير. هتانكلود ان الفي كاتوف بتاعتك بتساوي زير. يعني هتانكلود النقطة اللي عند الزير. خلاص? لو ام اكبر من اتنين. ساعتها اتش اي ام كي. يبقى بتدور على جي ام ماينس تو وفي كاتوف بتساوي زيرو. جدول ملاعبك شوية بس في النهاية يعني هتلاقي استخدامه بسيط يعني. خلاص? خلينا نشوف نستخدمه ازاي? يعني اول مرة هنعمله. خلينا نرسل البس الفونكشنز اخبارها ايه. فانا لو عايز ارسل الجي زيرو بتاعتها اي. عايز ارسل الجي وان بتاعتي اهي. عايز ارسل الجيتو. اهي. انا سمع ادي شوية. خلاص? عايز ارسل الجي ثري. برضو هتبقى ابعد بقى. خلاص? ده كده جي وان. ده كده جي زيرو. خلينا بقى نحط الموض بكده مع بعض. اولا نبتدي نمسك اه التي اي والتي ام. التي والتي ام بيقولك انت عايز جي زيرو وفي كتوف بتساوي زيرو. اول حاجة نعملها ان احنا نشوف الفي نمبر اللي احنا شغالين عنده. اول حاجة هنحسب الفي نمبر بتاع الفايبر ده. او مديني اللمضة مديني الان تو مديني الان ومديني الرادياس. هتقدر تحسب بسهولة ان الفي نمبر بتاعك بتساوي ستة. في اكوال ستة. خلاص? وليكن الستة دي هي خط معين. ام. خط معين في دي. خط معين. يعني بصوا انا عشان بس مش رسم يعني. وهو اللي هوا بتساوي ستة ده هتلاقي خط ايب?. بتاع. هنا. كده. اه كده. او كده. هتلاقي خط كده. ده اللي هو في تساوي ستة. ماشي فخلينا نشوف اولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده فيه اي حاجة هتجيلي من جيه ثلاثة فيه اي مود هتجيلي من جيه ثلاثة نبدئيا يعني مش عايزين نقول يعني لأ فورشور لانه هو ممكن لسبب ما ان تلاقي في احد الجداول ده ان انت بتانكلود اللي كتوب بتساوي زير بس يعني خلينا نمشي واحدة واحدة احنا مش بنانكلوده غير في جيه وان فبالتالي جيه ثلاثة دي مستحيل ان انت يبقى فيها مود جيه ثلاثة دي انساها خلاص طيب جيه زيرو بقى اخباره ايه بالنسبة للحاجات الوردر بتاع ام بتساوي زيرو ايه تيه زيرو او تيه ام زيرو فانت بتشوف زي ستوال اللي احنا عملناه اللي فات جيه زيرو وفي كتوب بتساوي زيرو فبقى انت عندك ادي واحد ادي اتنين خلاص ده تيه زيرو تي ام زيرو بس كلينا نصغر الخط شوية ماشي عندك تي اي زيرو وعندك تي ام زيرو زيرو وان ده ام زيرو وان وهنا برضو عندك تي ام زيرو خلاص خلصنا اول صف في الجدو تاني صف بيقولك لو الام بتاكبر من او بتساوي واحد يعني انت بتدور على اي اتش مثلا واحد اه حاجة فدور على جي ام وفي كتوب بتساوي زيرو اكس كلودين في كتوب بتساوي زيرو يبقى لو بدور على اي اتش وان كي ادور في البس الفانكشن بتاعة وان على الزروهات بتاعتها يبقى انا كده عندي امسك جي وان اشوف ايه الزروهات بتاعتها بيقولك اكس كلود في كتوب بتساوي زيرو يبقى خلاص ده مش معي خلاص يبقى انا هنا هيظهر لي ام عند الزيرو ده هيظهر لي اي اتش زير وان اه سوري اي اتش وان وان مش زير خلاص فهنا زهر لي اي اتش وان وان طيب زهر لي حية ثانية اه زهر لك هنا لان انت الزيرو بتاعك قبل قبل الخط يعني الزيرو اهو خلاص فعندك هنا برضو فلما الام بتساوي تو اي اتش تو كي هتدور على جي تو الزيروهات بتاعت جي تو الزيرو بتاعت جي تو الاولاني هتكس كلوده برضو هتلاقي الزيرو التاني بتقطع بعدو اللي هو اي اتش تو وان اي اتش تو وان ببصتوا نعمل ايه اجيب ده هنا كده ده هناو ماشي وده هناو ماشي انا كده عندي اي اتش وان وان هنا اي اتش تو وان هنا لحد هنا في مشكلة باحد عندو مشكلة مان فكرة الجدول ده الاكسكلودينج والانكلودينج مبنيين على اي اساس لا مبنيين على الدي ريفيشن بقى بتاع الدي سبيرجيني ريليشن بحالة ال-EH وال-HE. دي المفروض أصلا مجر تاسك يعني بتاعيكو. وأنا معرفش الدكتور شرح إلى أي مدى منه. بس دي يعني نتيجة للدريفاشن. خلاص؟ زي مثلا هنا ما احنا عملنا إكسكلوجين لـ V كتوف بتساوي زيرو. يعني قلنا إن ده حل نوتة سيديوشن. هتلاقي برضو المعادلات اللي انت بتدرايف منها بيطلع لك فيها حاجات مش منطقية. فبالتالي بتكسكلود الحل ده. أهم حاجة بس أهم حاجة بس إن انت تتبقى فاهم دلوقتي معي وتطبيق الجدول ده ازاي؟ فهل انت فاهم ده؟ أمان تتكين يعني شوية. الفكرة إن الجدول حفظ ولا إيه؟ آه بتبقى حفظ تمام؟ هل انت عارف تطبق معي؟ ده ده المهم بالنسباني للوقتي تمام تمام والإيه والإيه الامة والكين ما بيساوش سفر على كده فاللهي. آه لأن الامة أكبر من واحد فما ينفع يعني خلاص ما ينفعش تبقى أزيله ما بتطبيق واحد ماشرة هناك. هيا بالنسباني تحقوش تساوي واحد أكبر من واحدة. فأنا دلوقتي خلاصت واحد وتنين. لو رأيت السري حاجة، يعني ه SCP لأ ؟ تحجب ان محتاج تعود في ج سري.pload التي độ شحى على جسري ب compatibility. فبالتالي خلاص أنا بعد ما عنديش موز بعد كده. فانا اخري اي اتش تو وان. نبتدي بقى نمسك الاتش اي. لو الام بواحد اتش اي وان كي عبارة عن ايه? جي وان اوف في كاتف بتساوي زيرو. انكلودينج في كاتف بتساوي زيرو. فانا هروح لجي وان. هلاقيها فيها زيرو هنا وزيرو هنا. وخلاص. دول اللي انا بعدي عليها. فبالتالي يبقى انا عندي هنا. اتش اي. وان وان. وبعدين اتش اي وان تو. معي? جميل. نبقى انا كده اخلصت من اتش اي وان. طيب لو اتش اي تلاتة. يعني اتش اي قصدي. بتو. فهبص في الصف ده. اتش اي تو حاجة. يقول لك ايه? خد بقى جي ام مينس تو. اوف في كاتف بتساوي زيرو. اكس كلودينج في كاتف بتساوي زيرو. يعني. يعني لو انا شغال على ام باتنين. يبقى هبص على جي من جي زيرو. لو انا شغال ام باتنين. هبص على جي زيرو. فلما تبص على جي زيرو. هتلاقي ان انت عندك هنا وهنا. نفس الزيرو هنا اللي كانوا عندك. يبقى بالتالي انت عندك كمان مع مع الستاذين دول عندك. عندك اه وحلاص? طيب لو الام بتزاوي تلاتة. طيب انا بدور على ج ثلاثة ميناس اتنين يعني جي واحد. يبقى هبص في البس الفونكشن اللي اسمها جي واحد. بقلاقي لما الام بتساوي تلاتة انا هبص في جي واحد عند الصفر. يبقى انا عندي هنا اتش اي سري ون. اتش اي سري ون. طيب لو الام باربعة. لو الام باربعة هبص على جي اتنين. الزروهات بتاعتها اكسكلودين الصفر. خلاص? فاول اول زيرو عندك هيظهر فين عند الزيرو ده وما فيش غيره. بتلاقي ان انت عندك هنا اربعة واحد. عندك اتش اي خمسة? لا ما عندكش اتش اي خمسة لان لما الام بتساوي خمسة يبقى انت بتدور في جي ثري ولما تدور في جي ثري مش هفلاقي حاجة. يبقى انت كده عندك الموز اللي اه اللي انت بتدور عليه تلعوا معنا بالشكل ده. تلاتة هنا وتلاتة هنا واحد هنا وتلاتة هنا واتنين هنا. خلاص? ونرجع لي اه نرجع خطوة وراء بقى في شرح ليه لحد الزيرو ده. اللي هو التو بوينت فور. مع ان تي اي والتي ام بيبكدو من هنا. بس السنجل مود الحقيقة ما بيبقاش تي اي وتلاتة ده بيبقى اتش اي اتش اي اتش اي اون اون هو السنجل مود بتاعت. هو اللي موجود في الريجن ده بس. فبالتالي السنجل مود افوريشن من اول في نمبر بيساوي زيرو لحد اتنين بوينت اربعة. هل اااااااااا حد عنده مشكلة? طيب هل حد طب معلش يعني عايز اسمع صوتكم يا جماعة حد فيهم طيب السؤال ده فيهم التطبيق بتاعه فيهم يحل ازاي? اه? تمام حد غيرك يا حد غير معانا? حد معانا تاني? طيب ماشي بعد كده انت عندك عايزين اردخل في تاني اللي هو الالي بي مود اه الالي بي مودز هو تجميعة مودز شبه بعض. خلينا نقول ده باختصار. بتجمع مودز بتاعتهم تبقى شبه بعض. فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لو لاحظت هتلاقي مثلا هنا اي اي اربعة واحد بيطلع مع اي اتش اتنين واحدة. ففي يعني قرب البعض التين دول شعب بعض شوية. طب تلاقي ان اه بنكون نسمي اي 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 اي. مالوس? اه مسلا لو بنتكلم عند ات اي بتسوزيل. فانت عندك اتش اي وان كي مع اي اتش ماينس وان كي. قال احنا عندنا حاجة اسمها كده عملنا في حاجة الماينس الحقيقة لا. احنا في اتجاه واحدة فمعندناش اتش اي ماينس وان كده. طب بالنسبة لنا ده مش موجود. خلاص? هو او اول او اي باثنين او بp one. هتلاقي انت بتاج مع اي اتش اي تو كي مع اي اتش زيرو كي. خلاص? داي paddy اي او بوان كي. ام? لو عندك الاي بتساوي اتنين. فده يديك مع اي اتش وان كي. ده يديك وهكذا. خلاص? ال اي اتش زيرو كي ده هو الحقيقة اللي احنا كنا بنسميزها يعني هو اكويفلنت لتي اي وتي ام. هو تي اي زيرو كي زائد تي اي ام زيرو كي. برضو احنا ما دخلناش في بتاع الحاجات دي. بس يعني الوقت بتاعنا ما يسمحش ومعرفش برضو الحقيقة دكتور طارق بنشي معكم في الحتة دي ولا? بس مفروض تظهر لكم في الميجور تاسك برضو. فتي اي زيرو كي وتي اي ام زيرو كي وهو ده اللي بيعمل لك ال بي 1 كي. اتش اي 3 كي بيعمل لك اي اتش 1 كي بيعمل لك ال بي 2 كي وهكذا. بعد بعد بتلاقي كله بقى كونسيستنت يعني لو الاي ب 3 هيعمل لك اتش اي 3 كي اتش اي سوري اربع كي مع اي اتش 2 كي وهكذا. فانت هتلاقي ان احنا في في السؤال اللي فادة السؤال اللي فادة هتفضل بقى تجمع المودز اللي شعب بعض يعني هتشوف ال بي زيرو وان موجود طب زيرو تو موجود طب وان وان موجود وان تو موجود هتفضل تشوف ايه اللي موجود عندك? هبصت لان انت عندك ال بي زيرو وان ده اتش اي وان وان. اكيد اه اتش اي وان وان ده موجود. ال بي زيرو تو ده. اتش اي وان تو ده برضه موجود. اتش اي وان موجود اتش اي وان موجود. فانت عندك l-p-zero-one و l-p-zero-two. طيب عندك حاجت تانية? او عندك l-p-one-one ده هتلاقي عبارة عن h-te-ré都 One مع tm-zero-one و t-e zero. كل الكلام ده موجود. l-p-one-two برضو هتلاقي موجود. h-e-two-two مع tm zero-two t-e y zero-two. LP 2-1 أتلاقي HE 3-1 و EH 1-1 LP 3-1 أتلاقي HE 4-1 مع DH 2-1 خلاص كل ذلك من أتلاقي موجود يعني ده كده ده كده الطريقة اللي احنا بنتلع بيها ب LP mode زي انت بتجمعهم في طريقة تانية الحقيقة ان انت ان انت بتشوف زي ما ما هنعمل لكم في الجدول بتاع M5 بتشوف LP IK بتشوف J I-1 الكيس بتاعي فهنعمل لكم طريقة للLP mode يعني انت تطلع LP mode من غير ما تبقى عارف من الكاتوفس يعني من غير ما تبقى عارف ال موجودين ولا يعني مش لازم تحسب دول عشان تطلع دول بتطلع دول على طول لوحدهم بالكاتوفس بتاعتهم طريقة دي موجودة في يعني في الجداول بتاعة M5 في الجداول بتاعة M5 ماشي هل في مشكلة هنا حد هنا طيب حد هنا تاني طيب يعني يبقى انه محدش هنا احنا يعني يعتبر ايه خلاص خلينا اتوقف عند طبعا لسه فيه LP mode تكلم عنهم شوية بس هنوقف ركورد انجل حد دين موسيقى 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 موسيقى